وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى شبوة لا تزال هذه المحافظة قبلة للأطماع من أطراف كثيرة لكنها تعيش بمعزل عن الخدمات العامة واهتمام الدولة ومحيطها الإقليمي فما تشهده عسيلان وغيرها من نقاط التماس من محاولات لتسلل ميليشي الحوثي رغم المواجهات التي تحدث بين الآوينة والأخرى يمضي في سياق التأكيد على أن إصرار الميليشي على إعادة فرض السيطرة على شبوة له ما بعده إذ يعلله البعض أن هذه المحافظة لا تزال منفذا لتهريب الوقود والأسلحة لكن ميليشي الحوثي ليست وحدها من يشكل مصدر قلق للمواطنين فهناك عناصر تنظيم القاعدة وقوات النخبة الشبوانية مؤخرا نشر عدد من النشطاء والمهتمين تسجيلات تظهر أعمال نهب وإحراق منازل من قبل قوات النخبة الشبوانية اتهامات كثيرة لهذه القوات بارتكاب عدد من الجرائم بحق أبناء شبوة وتحديدا أبناء حوطة الفقيه علي يؤكد متابعون مقتل عدد من المواطنين منهم أبو بكر أحمد حديج الذي قتل في سوق الحوطة وإصابة امرأتين بطلق ناري من قبل النخبة توفيت إحداهن متأثرة بإصابتها في مدينة المكلة الصور هذه لإضرام النار في منازل تتبع مواطنين منهم القاضي عبد الرحمن المعلم وعمر عبد الرحمن المعلم عضو مجلس محلي سابقا وأحمد القديرة والشيخ محضار الله نهيك عن نهب محلات تجارية تتبع المواطن عمر أحمد بحسب إفادة ناشطين قوات النخبة الشبوانية بحسب مصادر إعلامية قالت إنها سوف تفتح تحقيقا في الاعتداءات وستحاسب مرتكبيها معتبرة أن ما جرى مجرد تصرفات فردية لا علاقة لها بخطة الحملة على الإطلاق وفيما تغيب الخدمات العامة وملامح إسناد الدولة للمواطن والخدمات الدنيا للمحافظة تحضر قوات أمنية وعسكرية مصحوبة بأسئلة كثيرة عن عملياتها إن كانت تمضي تحت غطاء الدولة أم لا وهل النخبة الشبوانية خاضعة للسلطة المحلية والمحافظ والداخلية أو الدفاع وممن تتلقى تعليمها ومعلوماتها